السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وسنتحدث اليوم عن كتاب الأكاديميك رايتينج في الشابتر السابع بهذا الشابتر رح نتكلم عن عنمان وهو البرابلم من سلوشين بحرغراف رح نتكلم عن نوعية من الإنشاء وهي عبارة عن مشكلة مع حلها يعني شلون أكتب إنشاء اللي يحكي لي عن مشكلة وحل هذه المشكلة طيب البداية قال لي Problems and Solutions يقول writing first explain a problem and then proposes one or more solution to that problem هسا حالين قاعد يوضح لي يقول لي أخوي العزيز إذا تريد تكتب إنشاء لهذا الموضوع فحاول أولا تبدأ بتوضيح للمشكلة أوكي وبعدها حاول توضح حل لهذه المشكلة إذا ما حتوى الإنشاء تعتك على هذه شغلتين إذا أنت عندك مشكلة هذا منشاء صحيح طيب يقول often this type of writing requires more than one paragraph ويعني غالبا ما يحتاج الأمر إلى أنه أكثر من فقرة يعني ما يصر تكتب إنشاء بفقرة وحدة وهالفقرة نفسة بيها المشكلة وبها الحل أبدا ما يصير لذلك هو ينصحنا يقول you will write to a paragraph لازم تكتب لي إنشاء من فقرتين أو مقالة من فقرتين هو عبارة عن مقالة هذا المؤحدة دي نحكي هسا عن المقالة لأن عبرنا الفقرة الوحدة اللي هي الparagraph الparagraph دائما هو جزء واحد مثلا هذا paragraph بس هذا paragraph one paragraph أما ثانيا هذو two paragraphs ثانيا رح يكون انتوا paragraph طيب طيب هنا عندنا مطلوب يقول read the article from web site عندنا هنا صفحة 51 هاي المقالة يقول نقراها وعنده بعض الأسئلة اللي سألنا عليها فمن ضمن الأسئلة ما هي الفكرة الأساسية اللي تيحت شعن الإنشاء مالنا وبعدين قال ما هو topic sentence وسألنا بعض الأسئلة اللي هنا هي موجودة مثلا من ضمن الأسئلة how is the first paragraph developed شون طورنا الفكرة الأولى وإلى آخره من هذه الأسئلة طيب خلينا نشوف ذا عندنا في تشيب هاي الصفحة على ونتقل بعدها إلى الparagraph المقالة ونقرأها ونوضح writing about problems how to write a problem paragraph شون نقدر نكتم إنشاء يضمن مشكلة وعلاجها وحلها يقول هنا a problem paragraph describes and discusses a problem issue إذن بالنسبة للإنشاء اللي يحتي عن مشكلة لازم يناقش فد قضية مشكلة معينة يعني لازم يناقش فد مشكلة معينة أو فد قضية تحتوي على مشكلة طيب يقول the topic sentence names the issue you will و لازم ما تنسى بداية الإنشاء أو بداية الفقرة مالتك لازم تحتي عن المشكلة أول وبعدين تضيف لها في الجمل تسند لك حل المشكلة وتسند لك المشكلة وتوضح لك عنها طيب بعدين الناش ذاكر لي نقول work with a partner or small group أنت و أصدقائك وناقشوا لماذا هذه مشكلة نحن لازم نعرف ليش مشكلة نعم هنا لك مشاكل يعني مثلا تلوث الهواء ليش هو مشكلة شون السبب أكيد هو تولوث لأن يضر البيئة طيب اطرافك الازدحامات أكيد تؤدي إلى مشاكل بالسجر وإلى آخره العدادة الكبيرة في الصفوف أكيد تؤدي إلى عدم الفهم وقلة الاستيعاب للطلب طيب إحنا حاليا إحنا خلينا نروح على 51 ونقر هذه المقالة ونوضح يقول تعد مشكلة إزالة الغابات هي مشكلة خطيرة جدا السيريوس بروبلم يعني خطيرة جدا السيريوس تجي بمعنى جدا بس أنا مو معنى جدا عفوا مو معنى يعني جدي خطير يعني بمعنى تجي بمعنى خطير تجي بمعنى خطير إذن دي فورستيشن دي فورستيشن طبعا تجديد على الس هي مشكلة خطيرة جدا لماذا بكوز فورست ونقر لنظر جدا لنظر شن السبب لجعلنا أنه وقلنا هذه خطيرة شن السبب لأن الأشجار والغابات هي ليست مجرد زينة ليست مجرد زينة طيب إذ أنها تقوم بعملية مهمة جدا أو بوظيفة مهمة جدا لجعل الأرض لجعل الأرض مكان مناسب للعيش شن اللخ لأرض مناسب للحياة خلا وجود الأكسجين ووجود الهواء اللي نقدر نتنفس كواكب الأخرى ما تحتوي على هذا الشي لذلك ما بيها حياة بعملية 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 اليوم عملية قطع الأشجار تزداد يوما بعد يوم يعني خمسين فدان يعني خمسين فدان أنا ما أعتقد دونم يعني خمسين دونم تنقطع بالدقيقة الواحدة وهذا الشي طبعا مضر جدا لذلك فأن العلماء قالوا ذات بأن عملية في حالة إذا استمرت عملية قطع الأشجار فأن الجو سيتغير وأن الفيضانات تزداد الفيضانات وستموت الحيوانات طبعا الآن نحن حكينا عن المشكلة بشكل عام وضحنا شنه هاي المشكلة الآن خلونا ننتقل إلى العلاج وهذا هو وهذا المشكلة يعني حل المشكلة وهذا هو الإنشاء الصح وهنا أخوانا نريد أنصحكم نصيحة من أخ هذا الإنشاء أو هذا حفظه معقولة إي نعم حفظه أولا به كلمات جديدة تحسن حفظه هذا الإنشاء ظل عيد به الحد ما ينحفظ الحد ما ينطبع مية بالنية أخوانا لأنه أخوانا مية بالنية هو تستخدم أخوانا مية بالنية الغابات أو الأشجار هو استخدام القليل للأوراق لأنه احنا نعرف بأن الورق هو جاي من الشجر لذلك هو ينصحنا يقول يا أخوان لازم نقلل الاستخدام لازم منبذر يعني وهذا الشيء ترى فعلا يأثر يعني إحنا مثلا عندنا في دولة 40 مليون شخص خلينا نقول 4 مليون من عندهم طلاب 4 مليون أو 5 مليون ككل طالب يعني ككل شخص يعني يستخدم الورقة وهذول الأربع مليون إذ قد رح يستخدمون ورق فإذا احنا ما بذرنا بالورق رح اتقل كمية الطلب وبالتالي بعد 5 أو 6 سنوات ما رح يتم القطع الكثير من الأشجار بالإضافة إلى أن احنا ما يصير نستخدم ورقة واحدة من الدفتر لازم نستخدم ورقتين جهتين على مدن قلل استخدام الثاني الثاني هو أن نستخدم البيب عندما يمكن بإستخدم بإستخدام 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 كذلك نصحنا بأنه نحن نسوي إعادة تدوير للورق وبالشكل العام نحن لازم نهتم بهذا الموضوع لأنه هذا الموضوع ممكن يأثر على البيئة طيب حتى أننا عن هذا الإنشاء وإذا نلاحظ طبعا الآن يعني نحن لدينا أسئلة هنا بعض الأسئلة اللي موجودة هنا فالسؤال الأول يقول الفكرة الأساسية اللي هي يعني اللي هي قلنا عليها عن إزالة الأشجار وحل هذه المشكلة طبعا نحن لدينا بالبداية هذه الجملة الأولى هذا هي Topic Sentence Multi يا طريقة استخدمنا حتى نطور الإنشاء أمارتنا أكيد هي Details لأننا نطينا تفاصيل نطينا تفاصيل حتى ترهم نقدر نقول Exciplination لأننا أيضا وضحنا هذه المشكلة فأنا أتوقع Details أفضل طبعا من الجملة الساندة أو اللي ساعدتنا أكيد هاي الجملة اللي بالنص اللي هي من خلال هذه Supply Food من خلالها يعني إحنا وضحنا كيف أن إزالة الأشجار هي مشكلة ليش هي مشكلة لأنه هي اللي راح تزودنا بهذه الأمور وبدون هذه الأشياء إحنا صراحة راح نحتاج إلى الكثير من أشياء يعني راح نفتقد إلى الكثير من الأشياء الآن أخوان عندنا Using Conditional Structure الآن طبعا طالما عندنا مشكلة فأكيد إحنا بهذه المشكلة عندنا فتشي اسم دات جملة الشرط جملة الشرط اللي هي إذا صار فتشي فهذا راح يزير إذا هذا فيقول The First Conditional Is Useful Way To Talk About Both Problems إذا إحنا الفة الشرطية تفيدنا بالمشاكل وبحل هذه المشاكل فإحنا نستذكر الفة الشرطية If you eat fish from the polluted water you could get sick إذا كان الماء ملوث فأكيد إذا السمك أيضا راح يتلوث يعني بمعنى أنت إذا أكلت سمك وهذا السمك كان من مياه ملوثة فأنت راح تتأذى صحتك راح تتأذى طيب أخوان لننسى أنه الفة الشرطية إذا أجتنا في بداية الجملة أكيد لازم نخليه هنا بالنص كون لننسى هذا ملاحظ الجملة الفة الشرطية أكيد إحنا نعرفها If you eat you could طبعا إحنا دائما ويا الفة نستخدم من المضارع ونستخدم هنا وحدة من هذن الأفعال الناقص الول والكود والشود عادة أي وحدة من عندهم يعني الجملة الأولى مضارع بسيط والجملة الثانية بفعل ناقص هذه اللي نختارها من قدامنا وفي كل الأحوال سنستخدم مضارع لأن هي المشكلة في الغالب تكون تتحدث عن أشياء بالمضارع في هذا الوقت يعني معقولة ما نحن حتى المشكلة ممكن توقع تصير بالمستقبل يعني غالبا ما نحاول نستخدم شيء بالمضارع فنستخدم بف شرطية في هذا الزمن هنا قال إقرأ المقالة اللي ياخذتها بصفحة 51 وخلينا نشوف الجملة الشرطية طبعا أكيد نحن بها جملة الشرطية اللي هي الـ فمثلا عدنا على سبيل المثال من الجملة الشرطية هي فعل نقص طيب تلاحظ إذا عندك ف الشرطية راح تأشر عليها إذن هنا عدنا ف كذلك طيب بعدين شعرتنا يقول complete these sentences by circle and correct from the verb هاي طبعا يحتال ف الشرطية if you use or you don't use map when you drive you could or you could get lost إذا أنت ما تستخدم الخريطة خريطة you could get lost هاي طبعا هي بشكل عام مراجع عن الف الشرطية ومع المعنى يعني أيضا يقول student do or will do badly in their exam if they do not or they will not get in af صلب هنا طبعا الف دائما من ورها مضارع if they don't إذا هما مادر سوزين ف الطلاب هنا they will do badly c if you want you could want to lose weight exercise don't exercise three times a week هنا عند الحل مادر سيكون exercise وهنا سيكون if you want إذا تريد تخزر وزنك لازم تدرى هنا أكيد يعني على معنى if you fly if you could fly you will be fly of you it will be it will be faster than documents are void if you think هنا الإبداء من جوالها مضارع بthink هنا رح أصير can be avoid and if I will go if I want to go to that film I find I will find someone to go with me if I want to go to that film if I will go and I will go to the film if I find if I will find I will go if I find لأن دائما الاف رح مضارع والجملة الاخرة رح صير ب فعل نقص أنا عليك ها الجملة يعني if it rains this weekend إذا الدنيا مطرت هذا الأسبوع I will not go holiday to go shopping و آخر if the library isn't open tomorrow I will buy online if patrol prices increases even more I will call you tonight I will call you tonight if you are busy now if you make a lot of money if you work in this job if you work in this job you can make a lot of money I won't go holiday if it rain if the day I don't I won't have here you to say in the third in the 50 that we took a few a few I will write a few about these issues I will choose from the problems from students in the way I will write a few words I will say مثلا إذا كان العدد كبير جدا ما راح يقدر المدرس يوضح المادة بشكل جيد كذلك إذا كان العدد كبير فرح يصعب على المدرس أنه يقوم باختبارات أو تدريبات خلينا نقول يعني إذا كان عدد سبعين طالب شونا أنا راح أخلي طالب يروح يبدي يعني يقول تعالي عصبور ويحل مستحيلين طيب والبقية تقدر أنت تقوم بها طبعا التمرين اللي إحنا أخذناه قبل شوية اللي هو مشاكل الازدحام ومشاكل التلوث وإلى آخره شلو أنا أقدر أربط المشكلة وي الحلول يقول نحن لا ننسى لازم أول شغلة أنا أحكي عن المشكلة وبعدين أوضح المشكلة بنفسها طيب وها بالبرغراف الثاني الفقرة الثانية إيش راح أسوي أنا راح أحكي عن المشكلة راح أحكي عقبا عن الحلول وأقترح حلول وأقترح حلول هذا لا ننسى هذا التذكر طيب أكفت كلمات تساعدني حتى يكون نشاء مرتب ويعني واضح نعم أكو كلمات هذه الكلمات لازم نحفظها حفظ أتمنى أتمنى منعتكم لا بس تسمعون لازم تحفظون in order to solve these problems لحل هذه المشاكل يقول to meet this need in order to كذا second or third final answer one thing إذن الكلمات لازم نحفظهم وحتى نحفظ ترجمتهم بالعربي ضروري جدا ضروري جدا طيب الآن فإذن الكلمات بعد ما ننسى ما أقل لكم عليهن أخوان بعد ما ننسيكم مهمات حفظوهن work with a group أعمل مع مجموعة for each of these topics brainstorm solution introduce each solution الآن أنت وزملائك طبعا هاي لازم بالصف يعني احنا أنا أتمنى أتمنى لو بالصف ونعمل هذي كان شفتوه وإن شاء الله الله يسر بالأيام القادمة أسولكم نسخة جديدة من التصوير كل ته وراح أفيدكم إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى أرجو منعدكم ما تنسونا بالدعاء حتى الله سبحانه وتعالى يسرنا أمرنا ونقدر إن شاء الله يعني نجيب كادر تصوير ونتوافق بهذا الشيء يعني إحنا هنا الفكرة لازم نسوي يعني تدفق أفكار نتناقش ونحكي عن شيء معين مشكلة وشون العلاج أي مشكلة أي مشكلة مثلا خلينا نقول عندنا مشكلة الامتحان الضغط الامتحان طيب إحنا بالبداية بالبداية إحنا لازم نعرف شنا هاي المشكلة وبعدين نقترح حلولا له وإلى آخره وإلى آخره من هذه الأمو haul مثلا عندنا العنف العنف في التلفاز أو حماية الأطفال من العنف في التلفاز بالبداية إحنا نوضح هاي المشكلة بالبدايا نوضح هاي المشكلة يعني نقترح لها حل ببدايا نوضحها وبعدين نقترح لها حلو طيب الآن ننتقل الى writing solutions finding best solution after you have a brainstorm solution your problem you need to select the best one or ones to write about your answer solution to the paragraph اذا انا بالصراحة بالبداية اللي احتاجها شنوه اول شغلة انا احتاج الى توضيح المشكلة وهينا وضحنا المشكلة طيب خطوة الاخرى انا لازم اختار افضل اجابة او افضل حل لهذه المشكلة يقول هنا as a strong solution clearly and reasonably solves the problem a weak solution does not really solve the problem or not practical or not logical يقول الحل القوي هو يحل المشكلة بشكل مباشر اما الحل الضعيف فهو اصلا ما يحل المشكلة ولا خلينا نقول يعني هو حل عملي ولا منطقي خلينا نقول حتى انت راح تلاحظه هو حل بعيد يعني عن عن المادة طيب 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 يقول هنا انا احتاج فلوسي انا احتاج فلوسي وايه اثناء ما انا طالب برو مني فرانز استعير من زملائي سبيعش بعض الاشياء سبيعش بعض الاشياء اسأل ابويه اذهب 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 اجرب ادخل مجد امسك ادخل مجد ادخل من الساعة الخمسة إلى الساعة التاسعة لينا أو من الساعة الرابعة إلى الساعة العاشرة وهي هنا أقدر أوفر على حالي فلوس أسأل أستاذي لطلب المال لا هذا شي خطأ باي فيور سيديز أند نيو كلادس لا يعني أكيد يعني رح نختار كم شغلة يعني هي زين هي زين طيب use at least three solutions from the list exercise about right solution هنا عدنا هنا get a part time job ونكتب عن هذه الوظيفة يريدنا هنا نكتب عن هذه الوظيفة طبعا زملائي وأخواني يعني أنا دائما ننصحكم وأنصح نفسي وأنصح أصدقائي وكل اللي يسمعوني يا أخوان يا أخوان حاول تكتب الآن عندي اليوم إنشاء واللي هو عن الحصول على وظيفة وهي المشكلة اللي أنا عندي أنا أحتاج فلوسه يعني الإنشاء مالتي هي رح يبدي بالفقرة الأولى هي فلوس أنا أحتاجها بين أنا بالجامعة وحل المشكلة هي الحصول على وظيفة لهذا الإنشاء مالتي إذن أنا رح أكتب أنا محتاجي فلوس المشكلة وحل هذه المشكلة هي الوظيفة شو أنا حصل على وظيفة عمل جزئي وحشة عن هذا الأمر يا أخوان اكتب عن هذا الموضع يا أخي اكتبها بالعربي وهذا الشي خطأ طبع مو صحيح تكتب من شيء بالعربي بس كخطوة أولية يا أخي اكتبها بالعربي مو مشكلة مع العلم وهذا الشي مو صحيح بس اكتب بالعربي وبعدين انت حاول ترجنا وتتعلم عليه شلون يصير يا أخي اكتب خطأ اخطأ اخطأ مرة مرتين ثلاث طبعا مو يعني عدتون من عندك من انت تتواصل بياي مو تريد بنفس اللحظة جاوبك ان شاء الله جاوبك بعض الأحيان أكون مسافر ما أقدر أجاوبك يعني بس أنا بالأخير راح أجاوبك إذا أنت كنت طالب من تلزم ومحظم لا أنا راح أجاوبك وقبل الامتحانها يعني أنا ما تأخر أكشر شيء أتأخر يومين ممكن ثلاثة يام بس أجاوبك يعني حتى كانت مشغول جدا بس لي قدام لا تتواصل بياي تريد إنشاء لأن أنا ما نطق إنشاء ولا أكتب إنشاء أنت أكتب وأنا أقول لك هذا صح وهذا نقاط ضعيف وهذا نقاط قوي طيب يقول for the problem paragraph you write an exercise 8 on page 53 brainstorm solution edit your يقول إحنا مو كتبنا إنشاء بالتمرين الثامن اللي هو بصفحة 53 طيب يقول عدل على هذا الإنشاء ويسوي مشكلة هذن الإنشاءات مثلا عندنا طرق لحماية الأطفال من التلفاز من مشاهدة العنم في التلفاز هاي المشكلة يقول سوي لها brainstorming وعدل عليها وسوي لها إنشاء جاهز مرتل واستخدم كلمات الربط اللي إحنا ذكرناها أيضا وأكتب حل كذلك ولا تنسي تستخدم جملة شرطية نفس الحالة إحنا راح نكتب إنشاء ونفس الحجي بس مجرد نضيف عدنا الكلمات اللي أنا ذكرت لكم إياها المالأدوات الربط لحل هذه المشكلة اللي هذن نأخذناهن ذنو هذن نستخدمهن وراح نستخدم إف الشرطية وياهن يعني بس حاول تكتب إنشاء حاول تكتب إنشاء وتستخدمهن وإذا عندك مشكلة تواصلوا إيايا إن شاء الله من أكون فاضي أجاوبك بعدين عدنا هنا نحن نبدأ لحظة أجاوبك من أجل من أجل أن تعمل مع أجل لإطلاق أجل أجل إياها إياها لأننا لازم نوجه عندنا يعني كلمات والكلمات نرتب من عدها إنشاء يعني رتب بالبداية إحنا لازم نطلع المشاكل ونطلع الحلول طلع المشاكل وطلع الحلول وبعدين نكتب عنهم إنشاء إذا اللي يحب طبعا أنا ما ما أنصح يعني تكتب على كل على كل شابتر فد إنشاء أو تلعف لأنه أنا أدري بأغلب الطلاب ما لا أخرج فلذلك على يعني لا تحاول تحاول كل التماري اللي راح تتعب جدا مع العلم إنه هذا الشيء زيني يعني طبعا اللي إلي أواهس هذا الشيء أنا شزع علي استمر بالكتاب حتى لو خطأ اكتب ما لك علاقة اكتب على ما تعرف نقاط ضعفك وين طيب الآن إحنا عدنا هذا نطلع اللي هي المشاكل واللي هي الحلول طبعا أكيد المشاكل اللي هي نويزي وإلى آخر هنا ميكينج كلين رو هنا فايتينج كويزز سترس مثلا هنا عندك إيش بيرسن ديكريت هاف توهاف ذن الحلول هنا هاي المشاكل وهذه هي الحلول حاول تحفظ كلمات لأن أغلب الأساتذة يجوبون منعدن أصلا لذلك أحفظ الكلمات ممكن يجي هذا السؤال أحد الأساتذة يجي بهذا السؤال نصا يعني عادي وأنا أنصح يجي من الكتاب صراح لأن صعب على الطالب تجيب لإنشاء خارجي بعدين ما رح يستفاد من عنده شيء بالعكس أنت نطي شيء من الكتاب وخلي يبحث عنه ويطور نفسه بهذا المجال وبعدين هو شفية شفية رح يتحسن تحسن بالأيام الجاية وحتى هو هنا بهذا تمرين قال اشتغل وحدك وكتب إنشاء وشوفه صديقك واستخدم الكلمات يعني نفس الحال احنا رح ناخذ إنشاء ونكتب عن هذا الإنشاء ونتناقش به يعني أنت بينه وبين الزميلك عادي مثلا حد ما تكتب إنشاء مرتب وتشوفه لأستاذك وخليه أستاذك يناقشك بيه أنا بالنسبة لي ما عندي أي مشكلة أنا حاضر أساعدكم أكتب لإنشاء مرتب وحتى لو بي أخطاء مو مشكلة هم الشيء لا تنسى تستخدم لي الجملة الف الشرطية وأدوات الرابط أيضا ولا تنسى أيضا الإنشاء يكون من فقرتين عندك الأولى مشكلة والثانية حل الثانية حل لهنا ينتهي هذا الفيديو تعبني جدا هذا الفصل طبعا ولكن أنتو تستاهلون نشوفكم بخير وتحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر